انا كنت في الحزب الناصري اللي تحت الارض مش عبدالناصر فكر انه يعمل يعني حاجة كده علشان القعدة اه واسكر انه موخفلية انه بيقولولي يعني تشوف زملائك مش عارف ايه فانبريته مدافعا انا مش مخابرات انا مش انتو جايبيني عشان كده وا 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 وعرفت ان دي وصلت لعبدالناصر بعد كده وبعدين انا كنت في الكويت وانا في الكويت وطني واحب بلدي بكل ما املك ولا اسمع لحد انه هاجم بلدي فالناس هاجموا فانا هاجمتهم هجوم بشع وقلت لهم انا برا مصر لا ماله سادات وماله مش عارف ايه جالي شكر من المخابرات اياميها طيب هل وافقت على التطبيع مع اسرائيل على كامب ديفيد ومعهد السلام لان قيل ساعتها انك انت كنت من الناس الرافدين تماما طبعا خالص ما انا بقولك يا وبعدين اصيلة لا تصالح وبعدين عملنا عملنا العامل مطوع في العراق فهم مش قادرين يقولوا ان انا ضد الله يرحمه على رسادات قالوا لي انت في حزب البعث انا لما رجعت اخدوني لعلمك ودوك فين ايه ودوك فين هقولك المبنى اللي في في لازوغلي ايه كده في حاجة ده علادة ده جوم الساعة سبعة الصبح والحمد لله امراضي وولادي كانوا في اسكندرية فين صيفهم السفزة ابو ظاهرة بمنتقى الاحترام اتفضل معانا انا مش فهم حاجة خالص ولا بس بحق احب اقولك ان كان فيه كتاب في المكتبة بس هي فيها الفين كتاب كان ممكن يوديني في داهية كنت بقى عرف اليسار كتير بصراحة وكان عندي ميل مع اني متدين والله العظيم متدين ويعني مش اصلاهم بيقولوا ان بيبدو الكفرة ومش عارفة خطأ خطأ تماما تماما اه يطلق عليهم الشيعيين اه جابوني وحطوني في المبنى ده كنت اياميها بقى متقلق في لعب اليوجا واخبالك يعادوني ومشت شب في دور ويخرج اروح لاعب تلت اربع حركات يرجع يلقيني نايم ده ما جننتهم عادت في المعتقل قد ايه ايه عادت في المعتقل لا خرجت يوميها يوميها اه وطلعوني التالت وطلعيني الرابع انت عارف الحاجات اللي بتحصل في الافلام انك تلاقي الظابط وطني ها والله الظابط اللي في النيابة اللي كان بيحقق معايا بيقول لي انا معجب بك جدا بس دي نركنها ايه واحد تقولي انا ناصري ومش ناصري والهابل بتاعك ده اه ما فيش تاعل السكة دي ولا بتاع وداني شوية نصايح وبعدين لما روحت المبنى لقيت مين قاعد كرم طاوح ما احنا عملينها في العراق وسوير المرشدي روحت اقيل له ايه ما قالوش القضة على كرم مطاوح القضة على عبد الرحمن ابو ظهره وكرم مطاوح شفت الافيش ازاي وستاذ كان ماتوا عليكم ختا تهريك ما انا مش واقول لك بقى كنت باعمل مصرحية في البلون وبعدين اعدت يطلعوني دور تاني ودور تالت ودور رابع وخرجت بكفالة واتسحب الباسبور ساعة ما خرجت من المبنى انا رحت عالمصرح حسيت اه رحت الالعة عشان انا فكر للوقت وانا بقول لك حسيت ونازل وخدت التاكس ورحت المصرح مليان دخلت تسئيف يعني كنت نفسي انزل احضونهم كلهم وتنافست السعضاء ومات انا رسدت حزنت بعد ما خدوا الباسبورتات وخدوا اقول لك ياهو عامل فيها كده اقول لك حزنت ولا فرحت